بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلبة التوارئ أهلا بكم هنتكلم النهاردة عن النيزوجاستريك تيوب النيزوجاستريك تيوب دي تقنية بتتعمل الهدف منها الدياجنوزيس و السيربيوتك بيربوسيس يعني احنا بنقول أهم حاجة إن هي بتروفايد أكسيس للسطمك يعني بتخليني أوصل بسهولة للسطمك النيزوجاستريك تيوب دي عبارة عن تيوب يعني بتكون مصنوعة من البوليوريثين أو السيليكون أو البي في سي طبعا بتدخل سروق النيزل كافيتي لحد ما بتوصل للسوفيجاس ومنها للسطمك بتكون فيليكسيابول بتكون لونج تيوب وبيبقالها باي دايريكشونال بوتينشيال يعني أقدر إن أنا أستخدمها في إدخال الميديكيشن وفي نفس الوقت أقدر أخد الجاستريك فليويدز اللي موجودة أفحصها بره بمنتهى السهولة الأنواع بتاعتها بقسمها على حسب الديوريشن أو فيوز فيه نوع منها شورت تيرم باستخدمه أقصى مدة لي سبع أيام وفيه نوع تاني لونج تيرم ممكن أستعمله من 30 إلى 60 دي لكن الشرط في النوع اللونج تيرم إنه لازم يكون أنافكتد بايزا جاستريك جيوس لإنه حيفضل محطوط مدة طويلة في السمك زي ما بنقول كمان ممكن إن إحنا نقسم التيوبس دي على حسب الديامتر إلى وايد بور نيزو جاستريك تيوب في منها لارج تيوب ودي بتستعمل كمان بتبروفايد جاستريك دي كومبريشن كمان بتقدر تعمل لريتيند جاستريك كونتينت يعني لو عندي أي جاستريك كونتينت مواد بتكون محتجزة في السمك بقدر إن أنا أخرجها على طول دي بتبقى لارجر تيوب بتتحط فور شورت بيريوت أوف تايم لس دين وان ويك بستعملها إمتى لما يكون عندي باول أوبستركشن أو جاستريك أوبستركشن الفاين بور تيوب دي بتبقى أوف سمول دايامتر بتبقى من ثمانية إلى إتناشر فرنش بتستعمل فور انترال فيدنج بتسبب ليسترومة للنيزا الميوكوزا في أثناء عملية الإنسيرشن بتاعتها بستعملها طبعا زي ما قلت فور انتريك فيدنج لكن الحقيقة أحب أن أنا أوضح إيه هو الفرنش هي وحدة قياس الديامتر بتاعت الأدوات التبية زي النيزو جاستريك تيوب زي الكاسيتر الحاجات دي كلها طيب الميل الوان ميليميتر بيسوي طولت فرنش يعني الديامتر لما باجي أقيسه بالميليميتر واحد ميليميتر بيسوي طولت فرنش هقسم الديوبس دي برضو على حسب الخصائص بتاعتها النوع الأولاني الليفين تيوب الليفين تيوب دي عبارة عن رابر أو بلاستيك تيوب عندها سنجل اليومن اللينس بتاعتها بيبقى من 42 إلى 50 ممكن تيجي في سفايزز مختلفة ممكن تيجي سفايزز بتاعتها 5 فرنش أو 18 فرنش السفايزز من 5 إلى 12 دي بتستعمل ومن 12 إلى 18 فور أدلت بتعمل ريتاشن في النوز وفي السرطفة أثناء تركبها بتخلي كمان الكاردياك سفينكتر أوبن وبالتالي المريض بيكون عرضة يحصل له فوميتنج أو ريجارجيتيشن في نفس الوقت كمان البيدياتريك سايز بتاعتها أو الحجم بتاع الأطفال بتاعتها ممكن أن أنا أستخدمه للكبار على أساس أنه يقلل الإريتيشن وأقدر أستعمله فور ساكشن أو فيدنج بكل سهولة النوع الثاني سالم سام تيوب دي دابل يومن تيوب بتستعمل فور ساكشن ودرينتش ده اليومن الكبير بتاعها واليومن السمول بتاعتها بيستعمل فور فينتيليشن التيوب دي بتكون مصنوعة من البلاستيك عندها بلو بورت كده يعني بورت ليها بيبقى لونه بلو ده بيستعمل بيدخل الأتموسفيريك إيرلي للصمك على أساس أن التيوب دي يحصل لها فلوتنج وبالتالي ما تعملش دامج للجاستريك ميوكوزا استخدامات السالم سام تيوب فور ساكشنينج اند فور إيريجيشن الموس تيوب دي طبعا تيوب شهيرة جدا بتستعمل بتبقى ريجيو أوبيك بقدر أعملها يعني تشوير إشعاعي بسهولة بيبقى عندها تلاتة اليومن أو تلات تجويفات الفيرست بيبقى بوزيشن وإنفلاتنت في القردية والتاني بيبقى في الإسوفيجاس أو بنسمي الإسوفيجية الأسبيريشن بورت التالت بيبقى ديودينال أو بيروح لحد الديودينم وده بيبقى فور فيدنج ده الليفين والسالم سام تيوب دي شكلهم برضو عشان نبقى عارفينهم بنتكلم بقى بعد كده على السمول بور تيوب أو الربر فيدنج تيوب دي تيوب سبتبقى صغيرة طبعا ما بتعملش أي إريتيشن ليه النوز أو السروتل على الأساس أن هي بتبقى صوفت في نفس الوقت كمان بتخلي السكاردياك اسفينكتر مقفول وبالتالي المريض ما بيعملش ريجر جيتيشن أو ترجيع يعني بتحافظ على حالته الصحية بشكل جيد الديوتيوب دي بتبقى سيليكون كاشيتر وبتبقى ويت يعني فيه جزء منها تحت بيكون ويتد كده بسيليكون لو أنا حستعملها فور جاستريك فيدنج وممكن تبقى ويتد بميركري لو هي حتروح لحد البايلورس في نفس الوقت كمان عندها دابل ليومن ممكن تستعمل فور فيدنج وممكن تستعمل فور جاستريك درينيج الدوب هوف تيوب ده نوع جديد من التيوب برضو بتبقى التيوب دي ويتد باي زتانجستن كمان بتبقى مصنوعة من البلاستيك وبتبقى كوتد فيه من النحيتين سواء الإنر أو الأوطر بتاعتها بووتر صوليبل لوبريكانت كمان بيبقى معاها ستايلت الستايلت دوت بيساعد على دخول يعني بيدخل الهوا على الأساس نتأكد من البلايسمينت بتاعت التيوب في مكانها السليم أو علشان أعمل تشيك على التيوب بلايسمينت ده شكل ديو تيوب و دوب هاف تيوب هنتكلم بعد كده على تيوب التيوب بتستعمل زي حالات مثلا التوكسيستي ان البيشانت نفسه بيكون يعني أخذ مادة مسممة وبحاول أخلص منها طبعا لازم التيوب دي تبقى أف لارج سايز بتاحها بتبقى من 26 إلى 30 فرنش النوع ده من التيوب بنسميه ايوالد تيوب بيستعمل فور لوفيج بسهولة وبكفاءة عالية بعد كده هنتكلم على الكانتر تيوب الكانتر تيوب بتبقى عندها رابر باك بيبقى اتتش بي بتاعتها قبل عملية بتاعتها الفيزيشن بيبدأ ينجيكت 30 ميلي من الميركري جوه الباج باستعمال نيدل وسيرنش الانسيرشن بتاعتها بيكون صعب شوية على اساس ان الباج بتاعتها بتبقى لارج لكن من ضمن مميزتها ان كفاءتها العالية جدا كاستخدام يعني بتستخدم بكفاءة عالية جدا في نفس الوقت جدا يعني علشان خاطر اسحل عملية دخولها الفيزيشن برضو بيبدأ يحط اناسيزية في منطقة النوز والفارينيكس على اساس البيشن يقدر يطلريت عملية دخولها بسهولة او يعني ما يعنيش من دخولها سروق النوز الميلر ايبوت تيوب دي تيوب تانية ليها داب اليومن مصنوعة من الربر عندها رابر باك في الاخر طبعا علشان اقدر ان انا ادخلها للانتستن لازم اليومن بتاحها اعمله فيلنج بالاير او بالفليود عشان يبروفيد لارج اوبجكت كده تقدر تتحرك وتدخل مع البريستاليس بتاعت السمول انتستن يبقى هي في نهايتها في رابر باك اقدر ان انا املى اليومن بتاحها بالاير او بالفليود على اساس ان الباك بتاعتها تبقى فلات وبالتالي تقدر تتحرك وتخش الانتستن مع حركة البريستاليس او الحركة الديودية بتاعت الانتستن اليومن التاني بيستعمل فور ساكشن او فور ارريجيشن اول ما بتوصل التيوب الى الاستمك على طول بنعمل انفلات انتلي الباك وبالتالي بتقدر ان هي تخش الامعاء بسهولة بتعمل يعني بشكل جيد كل الانتشوبيشن ده ممكن يعمل لحالة بشكل جيد يا ترى فيه بليدنج يا ترى طيب البليدنج ده موجود ولا لأ طب الفوليوم بتاعه قد ايه ممكن كمان تعمل للجستر ممكن تعمل الايدنتفيكيشن للإسوفيجس والاستمك بالشيست ريديو جراف لما جي اصور الشيست نفسه اقدر احدد مكان الاستمك والإسوفيجس بسهولة ممكن كمان تساعدني على ان انا ادخل ريديو جرافك كونتراست او اي ستين اقدر ان ادخلها للجستر انتسنال تراكت لما جي اعملهم تصوير اشعاعي بالإكس ري